في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام يتم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك من أجل التأكيد على حقه في تحديد المصير والعودة وقيام دولته المستقلة على حدود عام 67 بما فيها القدس الشرقية بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في العام 1977 تم اعتماد يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام يوما دوليا لتضامن مع الشعب الفلسطيني كشعب ينتمي لدولة ذات سيادة يطمح أن تكون لها حدودها الخاصة ولا يفارقها كيانها السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي شعب له حق في تحديد مصيره والعيش بكرامة مطلقة بعيدا عن صور التضييق الجغرافي والقمع المستمر الذي يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعترف بأي عرف دولي إنساني يمنح ويعطي الحقوق لأصحابها إطلاق حملات دولية من قبل الأمم المتحدة من أجل إبقاء القضية الفلسطينية على المنبر الدولي القضية الفلسطينية الآن هذا العام 2017 سوف نحتفل بعامها الخمسين للأسف الشديد الاحتلال منذ عام 1967 يكمل عامه الخمسين هذا العام وهناك تنطلق فعاليات كثيرة من قبل هيئات الأمم المتحدة المختلفة لإطلاق الحملات التوعوية العالمية على أعلى المستويات من أجل شحن الجهود الدولية لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير رسائل تضامن دولية لربما ولغاية اللحظة لم يعيها الجانب الإسرائيلي ولم يرغب في فهمها رسائل رغبت مرارا وتكرارا أن تؤكد على حقية الانفراجة لقضية المنطقة المركزية عبر العديد من القرارات ومن خلال منصات المحافل الدولية التي لا زالت تنادي بحق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتأمين تنمية مستدامة لدولتهم التي من الواجب أن ينعمون فيها كباقي الأجناس والأعراف ومواطن دول العالم جانب الإسرائيلي لم يفهم بعد يعني لغاية الآن لم يستوعب أن العالم كله 134 دول تعترف بدولة فلسطين مجلس الأمن أخذ قرار 2334 الأمم المتحدة أخذت عدة قرارات لمصلحة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة الفلسطينية المستقلة مؤتمر باريس أكد بعدم شرعية الاستيطان وعدم الموافقة على استمرارية هذا الاستيطان العالم كله رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة العاصمة الأمدية لدولة فلسطين هذه كلها رسائل للاحتلال الإسرائيلي أنه آن الأوان أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه ويقيم دولة الفلسطينية المستقلة هيئات دبلوماسية وممثلون على المجتمع الدولي حضروا لتجمعهم وحدة الكلمة والضمير وتشابه في الرغبة المستمرة برؤية كيان دولة فلسطينية لها حقوقها المشروعة التي كان ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في سلبها على الأسعدة كفة تضامن دولي يؤكد على الدوام وفي كل سنة على أن القضية الفلسطينية ليست فقط هي قضية المنطقة المركزية وإنما قضية العالم المركزية على الدوام لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر